اشتركوا في القناة هذا الكلام بالتواتر يعني مو خبر واحد حتى واحد يجي يشكك فيه يقول يمكن الراوي اشتبه يمكن الراوي كذب مو معلوم كل كلمة قيلت في التاريخ وصلت الينا او اذا وصلت وصلت صحيحة لا اذا كان متواترا التواتر معناها انه يكثر الاخبار به بحيث انه ليمتنع تواطئ هؤلاء المخبرين على الكذب ومن كثرة الاخبار الانسان يعلم الآن قضايا تاريخية متواترة نعلم بها على رغم اننا لم نشاهدها ولم نعاصرها لكن نقلت لنا باخبار متواترة الله سبحانه وتعالى لانه هو الذي عين علي عليه الصلاة والسلام اميرا للمؤمنين وخليفة لرسول رب العالمين لذلك جعل الدليل للناس في كل الاعصار الذين كانوا في عصر الرسول هم شاهدوا القضية وسمعوها والذين جاءوا من بعدهم الاخبار المتواترة الادلة المتواترة وهناك مجموعة امور كثيرة يعني مو امر واحد الدلائل متعددة فالنتيجة ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة اي واحد لم يهتد حجة الله عليه تام امور كثير من الانه امور كثير من الانه امور كثير من الانه امور كثير من الانه